نعم تحية لكم زملاء بالستوديو تحية لكم مشاهدين نحن نواصل تغطيتنا من منتدى الإعلام العربي ومعي الآن أحد ضيوف هذا المنتدى أحد المبدعين في عالم الإعلام الرقمي وعالم منصات التواصل الإعلامي عمر فاروق عمر أهلا وسهلا بكنا ورد بي حبيبي محمود شكرا نوركم عمر شهادتي فيك مجروحة أنت ربما تكون قد أسهمت إسهام كبير في رفض المحتوى العربي من خلال وسائل التواصل الإعلامي وربما تكون أحرجتنا إحنا كإعلاميين من ناحية القيمة التي تقدمها من خلال من بداياتك إلى الحلقات التي نتابعها إحنا وأبنائنا أيضا ما هي الرسالة التي جعلتك تبدع في هذا المجال؟ أول شيء الخير في الجميع خير فيكم وكل واحد عنده زاويته وما شاء الله عليكم متلقين أعتقد نحتاج اليوم بعد سنين مئات سنين يمكن من الإعلام نحتاج فكرة أنه نيب شيء جديد زوايا جديدة يونيك مواضيع مختلفة حتى سلوب طرح مختلف فيمكن فكرة عمر يجرب هي كانت مميزة أو جديدة على الإعلام العربي أكثر طيب إحنا فكرة عمر يجرب ما الذي أضافته إليك أنت كعمر وهل تعتبر نفسك الآن فعلا إعلامي صاحب رسالة؟ والله أنا أحسني جدا محظوظ لأن هذه الفكرة خلتني أقابل وأسافر وألف كثير من الأماكن المستحيل كنت أصال لها بدون هذه الفكرة وأكيد ألهموني جدا بالناس بقصاصهم ومشاركتهم معي التجارب بالنسبة حق الرسالة اللي أنا أحسها أنه مجرد تعيش يوم في حياة مهنة معينة في دولة معينة في شيء أنت بتفهمها أكثر بتقلل تعصب بتقلل الجهل اللي ساعة تصير بين الشعوب نفسها لأنه ما يعرفون بعض فهذه أعتقد أنه هي رسالة وايد مهمة أنك تتعرف على أخوك الإنسان في وين ما كان في أي شغلة كانت في أي لغة كانت المحتوى العربي وخصوصا المحتوى الموجه لليافعين يعاني من نقص في وطننا العربي يعني أنت من خلال إسهماتك ساهمت في رفع جودة هذا المحتوى ما هي النصيحة التي تنصحها لصناع المحتوى خصوصا من الأجيال الناشئة؟ كل المحتوى مطلوب والتنوع المحتوى مطلوب بتعرفيه جدا مطلوب الرسالتي أن أنت لا تخلد تشير شي ناجح مو بس أنا بقلده عشان أصير نفسه أنت عندك رسالة في الحياة ابحث عنها أهدأ تشوف الأمور وبني رسالتك انطلق لها ممكن أنت فعلا تغير أشياء جدا مؤثرة في حياتها وفي أجيال ناس فأنا أحس عدم تقليد مهم ثاني شغلة لا تخدع المشاهد ترى المشاهد ذكي أنت اليوم بتحاول تخدعها بعنوان ولا تخدعها بشيء أو أنت قاعد تقلل مصداقيتك إعلامي هذا الشيء لا تقبله على نفسك نتكلم عن دبي وعن منتدى الإعلام العربي كيف ترى هذا التجمع الإعلامي وما يمكن أن تساهم من خلاله في أيضا رفع المستوى وقيمة ما يقدم المحتوى والله اليوم أنا أول مرة أحضر المتمر وجودي هنا لأتعلم من الخبرات واللي من القامة الإعلاميين موجودين هنا ما شاء الله عليهم هذه هم الناس اللي قضوا سنين في هذا المجال أنا مجرد أبي أتعلم منهم أبي أسمعهم أبي أسولف معهم أبي أتعرف عليهم وهذه هدفي الأساسي ما عندي أي شيء قدمه كثر ما هو أن أتعلم وإذا صار بين نقاش وأضاف الشيء هاي بيكون الحمد لله بس الأساس أن أنا أتعلم من الإعلاميين ومنكم هذه رسالة متواضعة منك عمر فاروق صانع المحتوى المميز شكرا لك على مشاركتك وشكرا لحضورك إلى منتدى الإعلام العربي هنا من ساحات منتدى الإعلام العربي نعود إليكم مجددا بعد هذا الحديث الجميل مع عمر فاروق صانع المحتوى نعود إليكم مجددا زملائي بلستوى بلستوى